ما بين عام 2007 و2009 أعلنت شركة نيتفليكس للأفلام عن مسابقة قيمة جائزتها مليون دولار أمريكي المسابقة كانت إنك تبني نظام بيتوقع تقييمات المستخدمين لأفلام ما حضروها فمثلا النظام بيتوقع إنه المستخدم أحمد حيعطي تقييم خمسة أعلى تقييم لفيلم زهايمر وبالتالي ممكن نيتفليكس تقترح فيلم زهايمر على أحمد لأنه النظام أو بنسمي ريكممندر السيستم متوقع إنه الفيلم يعجب أحمد الفريق الفائز بالمسابقة استطاع إنه يحسن عن نظام نيتفليكس بنسبة 10% وكسب المليون دولار أمريكي الريكممندر السيستم هو نظام بيعطي اقتراحات للمستخدم بحيث إنه تكون من ضمن اهتماماته فمثلا يوتيوب بيقترح على المستخدمين مقاطع فيديو بتناسب ذوقهم فيسبوك بيقترح عليك مثلا أصدقاء جدد أو صفحات أو جروبات تعملها فولو نيتفليكس زي ما حكينا بيقترح عليك أفلام أو مسلسلات جديدة إنت ما شفتها من قبل أمازون بيقترح عليك منتجات على أمل إنك تشتريها والقائمة تطول فمثلا مواقع الـ Online Dating بتقترح عليك شريك أو ممكن شركة تقترح عليك موسيقى كتب أخبار مطاعم إلى آخر الاقتراحات مفيدة ماديا للشركات فمثلا 66% من الأفلام اللي تمت مشاهدتها عن نيتفليكس كانت مقترحة و35% من مبيعات شركة أمازون العملاقة مقترحة وبالتالي إذا الشركة بتملك نظام بيقترح على المستخدمين أو الزبائن تعونها بطريقة ممتازة بتنسبهم فمبيعات هاي الشركة بتزيد بشكل كبير التصفية التشاركية هي إحدى الطرق المستخدمة لبناء ريكم مندر سيستمز خلينا ناخد نيتفليكس كمثال خلال الشرح خلينا نفرض أنه عندنا أربع مستخدمين أنت وعلي وسلوى ونور وأنه في عندنا أربع أفلام مختلفة الأرض زهايمر عمر المختار عسى الأسود افرض أنه أنت حضرت أول ثلاث أفلام وأنه أول فيلمين عجبوك وعملت لهم تقييم أنه عجبوك والفيلم الثالث ما عجبك وأعطيته تقييم سالب نفس الشي لعلي عجبوا أول فيلمين والفيلم الرابع بس الفيلم الثالث ما عجبوا وسلوى تماما زي علي وأخيرا نور عجبها الفيلم الأول والثالث وما عجبها الفيلم الثاني والرابع الآن بنلاحظ أنه علي وسلوى متشابهين لأنهم حضروا نفس الأفلام وأعطوا نفس التقييم ولاحظ برضو أنهم بيشبهوك أنتو الثلاثة عجبكم الأرض وزهايمر وما عجبكم فيلم عمر المختار الآن السؤال هل ممكن يعجبك فيلم عسى الأسود وبالتالي نيتفليكس يقترحوا عليك لو اطلعنا على تقييم علي وسلوى حنلاحظ أنه عسى الأسود عجبهم وإحنا قلنا قبل هيك أنه أنت مشابه لعلي وسلوى وبالتالي فيه احتمال كبير أنه يعجبك فيلم عسى الأسود وهان الركومندر السيستم بيقرر أنه يقترح عليك فيلم عسى الأسود لأنه متوقع أنه يعجبك أي ريكمندر السيستم بيدو بيانات عشان يقدر يقترح النوع الأول بيانات يتم الحصول عليها بطريقة مباشرة من المستخدم بأنه يعمل تقييم مباشر لفيلم حضره أو منتشرة زي الجدول المعروض أمامك الطريقة الثانية لتجميع البيانات بتكون غير مباشرة مثلا الركومندر السيستم بيشوف هل المستخدم حضر الفيلم كله أو نصه أو كم دقيقة بس لو حضره كله معناها ممكن نخمن أنه الفيلم عجبه بس لو حضر كم دقيقة بس معناه ما عجبه احنا تكلمنا عن التصفية التشاركية وحكينا أنه هاي الطريقة بتعتمد على تقييمات المستخدمين سواء حصلنا عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة النوع الآخر من الطرق لبناء ريكمندر السيستم بيعتمد على المحتوى وما بياخد بعين الاعتبار تقييمات المستخدمين لو بنحكي عن نتفليكس اللي بيقترح أفلام وخلينا ناخد فيلم الأرض كمثال فمحتوى الفيلم ممكن يكون الممثلين، المخرج، النوع، الدراما أو خيال علمي، سانة الإصدار، الكاتب إلى آخرين هاي الطريقة بتخليك تصنع تجربة خاصة لكل مستخدم فمثلا ممكن أنت تكون بتحب تشوف أفلام لممثل أو ممثلة معينة وبالتالي الريكمندر السيستم هيقترح عليك أفلامه أو أفلامها بعد ما يتعلم أنك بتحب تشوف لهذا الممثل طبعا هذا الحكب ينطبق على الأمور الثانية مثلا ملابس في أشخاص بتحب تشتري من براند معين خلينا نعطي مثال لو عنا هاي المستخدم حضرة فيلم عسل أسود وفيلم كده رضا من بطولة أحمد حلمي فالسؤال هل نقترح عليها فيلم X Large؟ الجواب A ليش؟ لأنه 3 أفلام فيهم نفس الممثل أحمد حلمي فواضح أن هاي المستخدم بتحب تحضر أفلام أحمد حلمي شرحنا نوعين من الريكمندر السيستم التصفية التشاركية والتوصية بناء على المحتوى النوعين بيعانوا من مشكلة بنسميها Cold Start وهي أنه عند تسجيل مستخدم جديد الريكمندر السيستم ما بيعرف عنه أي شيء في حالة نوتفليكس فالريكمندر السيستم ما بيعرف شو الأفلام اللي بيحبها ما بيعرف إذا بيحب ممثل معين إلى آخره وبالتالي الريكمندر السيستم حيقف عاجز أنه يقترح على المستخدم الجديد أي شيء خاص فيه أحد الحلول لهذه المشكلة بيعتمد على الترند أو رواج الفيلم بمعنى أن الريكمندر السيستم حيشوف شو هي الأفلام اللي إلها رواج ويقترحها على المستخدمين الجدد كحل آخر بسيط لهذه المشكلة بتلاحظ مثلا أنك لما تسجل بنتفليكس فإنه بيسألك بطريقة مباشرة أنك تختار بعض الأفلام اللي أنت حضرتها قبل هيك وعجبتك الريكمندر السيستم بمحاولته أنه يصنع تجربة خاصة للمستخدم بيعمل مشكلة أنه المستخدم بيصير عايش جوا فقاع وهي أنه المستخدم حيصير يشوف الأشياء اللي بيحبها فقط والبتوافق هوا أو انتماء العرقي أو الديني أو السياسي ومش حيشوف أي شي بيخالفه فمثلا على تويتر حيجي اقتراحات يعمل فلولة أشخاص من نفس توجهه السياسي أو الديني يوز فيد في فيسبوك مصممة بطريقة أنها ترتب الأخبار اللي تظهر لك من الأكثر للأقل إثارة بالنسبة إلك عشان تحفزك على التفاعل كنتيجة أنت حتشوف البوستات والأخبار اللي بتناسب هواك ومش حتشوف أي بوست أو تعليق بيخالفك خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة مثلا بعض المحللين بناء على بيانات من تويتر كانوا بيتوقعوا أن ترامب عنده فرصة حقيقية للفؤز لكن بسبب الفقاع اللي كان عايش فيها أنصار هيلاري كلينتن فإنهم كانوا مصدومين من النتيجة بحيث أنه أنصار كلينتن ما كانوا بيشوفوا الحسابات والحملات اللي بتدعم ترامب وكانوا بيظنوا أنه الجميع حيصوت لك لينتن بناء على اللي حكيناه وأنه الريكوميندر السيستيم بتقدر تخمن شو الشغلات اللي بتحبها أو اللي ممكن تشتريها فإنت بتكون هدف للإعلانات الممولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر